اقترب موسم الانتخابات الرئاسية وقبل أسابيع كانت ذكرى شهداء قسم كرداسة وعشرات من ضحايا الإرهاب ايه الرابط ما بين الانتخابات الرئاسية وذكرى شهداء اسم كرداسة الرابط هو حاجة واحدة بتقول ان في تاريخ مصر برغم اللي قدمته مصر من شهداء على مدار تاريخها لم يكن هناك اهتمام بأسر الشهداء إلا في عهد تولي السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية وتولي الرئيس السيسي المسئولية في 2014 كانت بداية التحرك نحو إعلاء الإرادة الشعبية وتأمين المجتمع وتثبيت أركان الدولة مع الاقتراب من استحقاق دستوري جديد بالله أن نفسنا مدينين بالشكر والعرفان للشهداء الأبطال وبالتقدير والمواساة لأسرهم اللي ما بيفوتوش فرصة ويأكدوا امتنانهم للسيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة اللي حفظوا سيرة أبنائهم وثقروا لدمائهم وحصروا جماعات العنف وسدوا ثغرات الإرهاب ربما علشان كده لا يتوقف أهالي الشهداء عن تأكيد دعمهم الثابت والمستمر للرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك انحصرت رسالتهم في حاجة واحدة بس وهي مطالبة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة اسمحونا نرحب بكل تقدير بالدكتورة نجلاء سامي زوجة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود نائب مأمور اسم شرطة كرداسة مساء الخير على حضرتك يا دكتورة مساء الخير يا فندم بداية ومباشرة إزاي بتشوف دعوة أسر الشهداء للرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة واللي بيعتبر استمرار لتفوض بناء الدولة بعد القضاء على الإرهاب أولا طبعا إحنا كلنا وكل شعب مصر شايف من أول 2011 لغاية وقتنا هذا وشوفنا التغيير الشامل اللي حصل بعد الفوضى الخلاقة اللي إحنا عشناها كلنا وكمية الإرهاب اللي حصلت والشهداء الأبطال اللي قدموا التضحية والفداء سواء من الشرطة المصرية أو من قواتنا المسلحة فيعني التغيير ده كله دلوقتي إحنا كان بيمطلنا مثلا بمعدل كل يوم شهدين ثلاثة أربعة خمسة لكن الحمد لله دلوقتي لأن الدنيا تغيرت تماما طبعا فخامة السيد الرئيس كان حريض جدا جدا على الفقر الدائم لأبطال الشرطة المصرية وقواتنا المسلحة أول حاجة تطهير سينة العملية الشاملة اللي حصلت في سينة ومن كل بؤر الإرهاب اللي كانت موجودة فيها وشوفنا سينة دلوقتي بعد ما كانت مليئة بالإرهاب الغاشم يعني شتان الفرق ما بين أرض سينة من أول 2013 و2011 لغاية دلوقتي يعني الحمد لله الدنيا ابتدت تهدى سينة ابتدت تنتعش من أول وجديد ما بقناش نشوف الإرهاب بشكل فظيع ومخيف الحمد لله مصر آمنة بقيادة رئيسها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل اللي عملوا من أجل النهوض بنهضة مصر الغالية وثار للشهداء أيضا طبعا أكيد طبعا لأن إحنا يعني هو كان كان لما كان بيشوف أي زوجة شهيد أي ابن شهيد كان بيبكي بيبكي على حال الأطفال بيبكي على حال زوجات والأمهات يعني طبعا لأنه كان متأثر جدا أن كل زوجة فقدت زوجة وهي في عمر الظهور وكل طفل سوى البابا سيبه هو تغير أو أطفال اتولدت من غير الأب وكل أم طبعا وكثرت الظهر وكثرت النفس بسبب فقدانا لأغلى ما كنا نملك فيعني ده كله كان شيء صعب جدا جدا وفخامة السيد الرئيس كان دايما يعني متأثر جدا جدا باللي كان بيحصل فكان دايما الحمد لله أنه هو كان داعم لنا في كل وقت وكان بيطبطب على جروحنا وكان بيوسيهنا دايما وكان بينادي في كل مكان بيروخه ينادي بالأبطال من الشرطة المصرية من قواتنا المسلحة دكتورة نجلاء سامي زوجة الشهيد العميد عامر عبد المقصود نائب مامور قسم شرطة كرداسة أنا بشكر حضرتك جدا اللي وجودك معنا